ولد جوزاف عجاش حداد في بلدة روم الجنوبية في 20 أيلول سنة 1929 دخل إكليريكية دير المخلص عام 1940 حيث تابع دروسه وأبرز نذوره الرهبانية في الخامس عشر من آب سنة 1948 رسم كهنا على مذابح الرهبانية المخلصية في 13 حزيران سنة 1954 على يد المطرام باسيليو سخوري واختار اسم أندري تيمنا بالرسول اندراوس عام 1964 تسلم إدارة المطبع المخلصي وفي الوقت نفسه خدم رعاية في الشوف المختارة بطمي عم طور في العام 1968 انتخب مدبرا رابعا في الهيئة القانونية للرهبانية في العام 1971 انتخب رئيسا لمدرسة دير المخلص في الخامس عشر من آب 1976 انتقل إلى زحلي وتسلم إدارة الفرع الثانوي في الكلية الشرقية وعمل مرسلا متجولا للوعز والتعليم المسيحي والقداديس في المدارس ومع الشبيبة انتخباته الرهبانية المخلصية مسؤولا عن مشروعها الاجتماعي دار الصداقة وكاهنا لرعاية ماريوسف في حوش الأمراء وفي الرابع عشر من حزيران 1983 انتخب مطرانا على أبرشية الفرزل وزحلي والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك خلفا للمثلة الرحمات المطران أغسطينوس فرح في السابع من آب 1983 تمت رسامته الأسقفية في بازيليك القديس بولوس في حريصة على يد البطريارك مكسيموس الخامس حكيم وفي الرابع عشر من آب 1983 دخل إلى زحلي مطرانا وسط استقبالات شعبية ورسمية وجرى له حفل التنصيب القانوني في قداس احتفالي في كاتدرائية سيدة النجاة ترأسه البطريارك مكسيموس الخامس حكيم كان المطران حداد صمام الأمان لزحلي وبلدات البقاع في ظل الوضع الأمني الذي كان سائدا في حينه في الخامس عشر من أيلول 1978 امتدت يد آثمة وفجرت مطرانية سيدة النجاة حيث كان المطران حداد مجتمعا مع إليل فرزلي وإليحبيئة وخليل لهراوي لكن عناية سيدة النجاة أنقذتهم بعد الانفجار عمل المطران حداد جاهدا لإعادة بناء المطرانية وتجديدها بمساعدة أبناء الأبرشية في الوطن والاختراب وقد تم تتشين المطرانية الجديدة في الخامس عشر من أب سنة 1990 بحضور البطريارك مكسيموس الخامس حكيم ورئيس الجمهورية ليسلهراوي وحجد من الأساقف والنواب والوزراء وفي الخامس عشر من أب 2011 سلم الأمانة ورعاية الأبرشية إلى خلفه المطران عصام يحنى درويش